من خلال الالتزامات التي تظهرها الأطراف على عبر العمل الذي تم في الأيام الماضية أود أن أشكر الوزراء والميسرين الذين ساعدوا عبر الأيام الماضية على جهودهم للتحقيق التقدم في العمل ومساعدتنا لتعالى الوصول إلى هذه النقطة نحن نسعى للوصول إلى الهدف المنشود وتنفيذ الالتزامات وإنفاذها بشكل ملموس والوصول إلى نتائج طموحة تساعدنا على أن نحقق تقدما على مدى واسع في الأجندة المناخية وفي يوم الاثنين تقدمنا في العمل واليوم نحتاج أيضا أن نتحرك قدما للأمام الوقت ليس في صالحنا أصدقائي أنا لازلت ملتزم بانتهاء هذا المؤتمر غدا مع تبني العديد من القرارات التي يتم الإجماع عليها والتي ستكون شاملة ومتوازنة هذه عملية تقودها الأطراف ونتائج عملنا ستكون شفافة وشاملة وأنا أعلم الظروف الحالية وأنا أعلم أيضا إرادتكم للالتزام بالتوصل إلى حلول واتفاقات سأقول لكم كيف ستجري الـ 24 ساعة القادمة سأخذ على عاتق كل الأعمال العالقة وسوف أنظر إلى النتائج بأكملها ويساورون القلق حيال عدد القضايا العالقة فيما تعلق بالتمويل والتخفيف والتكيف والضرر والخسائر والروابط فيما بين هذه الأمور وأدعو الأطراف للعمل معا لحل هذه القضايا العالقة بأسرع وقت ممكن لأن الحل سوف يسهم في استكمال القرارات الإطارية وحث الأطراف العمل مع النص الذي صدر الليلة الماضية وبما في ذلك القرارات الإطارية وذلك بروح الانفتاح والمرونة والتوافق مسؤولياتنا المشتركة هي إيجاد العمل المشترك بين الأطراف العديدة حول المسألة الأساسية بالتماشي مع مؤتمر الأطراف الخاص بالتنفيذ وكذلك تماشيا مع اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية المجتمع الدولي يتطلع إلينا ويدعونا للجرأة والطموح وفي أيدينا مهمة الدفع نحو نتائج ملموسة في كل الجانب الخاضعة للمناقشة وأؤكد لكم أن رئاسة المؤتمر مستعدة لتقديم كل الدعم المطلوب لهذا الهدف وكذلك أنا متأكد أن هناك أو سيكون هناك الكثير من توافق الأراء لتنفيذ أعمالنا على أرض الواقع بشكل متوازن ويستشف المستقبل الهدف حينئذ سيكون فقط تشذيب الحلول التي يمكن أن تنعكس في النص الرئاسة الذي من المأمول أن يصدر هذه الليلة الأصحاب السعادة المندوبون الموقرون أحثكم جميعا على استغلال الوقت المتبقي لاستغلال الأمثل فأمامنا عمل كثير لذا لنعود لعملنا بأسرع وقت ممكن خلال هذه الأيام الأخيرة فريق الرئاسة وأنا عملنا في مشاورات مكثفة مع الميسرين الذين نود أن نتقدم إليهم بخالص الامتنان على الجهود التي بدلوها وذلك لإتاحة الأمور وتوفير الانفتاح في المناقشات التي وكلت إليهم وأعلم أن نتائج هذه المداولات ونقاشات قد جاءت بنا أو وصلت بنا إلى موقف لدينا فيه ثقة في النتائج التي سنحققها وكذلك ندرك أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المشاورات الثنائية والمشاورات الأكثر اتساعا مع الرئاسة والوفود جميعا ونحث كل الوفود أن تتحلى بكل الانفتاح والمرونة والاعتراف بمصالح الأطراف عدة هذه عملية تنبني على التوافق وعلى الطموح وهي مسؤولية ومسؤوليتنا أن نعرف أن ما نقوم به هنا يؤثر على أشخاص حقيقيين وحياتهم الفعلية ينبغي أن نبقي ذلك في ذهننا طوال الوقت وتطلع إلى مناقشات مكثفة ومثمرة وأتمنى أن تشارك فيها كل الوفود لننضيع قدما بأهدافنا وأود أن أفتتح هذا الاجتماع والترجمة الفورية متاحة وأشعر أنها كانت مطلوبة بحيث لا تتعطل أي من الوفود في نقل أفكارها وإساماتها بطريقة الفصيحة التي تخدم مصالحها مصالحها وأعطي الكلمة لباكستان بالنيابة عن مجموعة 77 شكرا سيدي رئيس وشكرا على التزامك وصبرك في هذه العملية نحن ملتزمون وأذكر الرئاسة بأننا ملتزمون بالعمل معا من أجل المضي قدما بكل العمليات الخاصة بالاتفاقية واتفاق باريس ونعمل معا للتوصل إلى أرضية مشتركة وكما قلت سيدي رئيس هذه عملية تقودها الأطراف والأمر منوط بنا للإرسال رسالة قوية من مؤتمر الأطراف هذا مفادها أن مؤتمر الأطراف الخاص بالتنفيذ بالفعل كان مؤتمر للأطراف تاريخيا وقابل للتنفيذ وبعد هذه الكلمات أقول أيضا أنه علينا أن نزد قرارات بسيطة ويمكن تنفيذها في أسرع وقت ممكن والخيارات أثناء وثلاثة ليس ممكنين بالنسبة لنا ونحن ملتزمون فيما تعلق بالخسائر والأضرار نحن ملتزمون بالخير الأول مع بعض التغيرات وتعدلات التي قبلناها والتي ننزل نعمل عليها معا ونتطلع إلى يوم مثمر ومنتج وأن نستكمل منقشاتنا في الوقت المناسب بحلول الغد وكما قلت سيد رئيس نشكرك على قيادتك ونشكرك على إدارتك لهذا المؤتمر المهم للغاية الذي سيرسل رسالة قوية للعالم ليس فقط حول قوة تعددات الأطراف ولكن حول الكافية تمكن بها للأمم العمل معنا للتوصل إلى الحلول التي قد تكون صعبة ولكنها ستنقذ الإنسانية وأن تناقش الهشاشة الإنسانية وكذلك نحن ملتزمون بالاتفاقات وباتفاق باريس ونحن ملتزمون بالعمل وفقا لهذه المحببات وكلنا سنواصل عملنا ذلك اليوم ومتحلين بالمرونة ونحن نتطلع إلى نتائج مثمرة لأن العالم ينتظر كما ذكرنا وقيادتك مهمة للغاية لنا للحرص على النتائج الممتازة لنا جميعا شكرا جزيلا ربما قد نسيت أن أذكر أن المقترحات التي وصل إليها المواسرون صدرت بالأمس فقط لذا كان يجب أن تكون هناك الكثير من المشاورات وأن يكون هناك الوقت الكافي لإستيعاب هذه النصوص التي وردت بالأمس بحيث تتمكن الوفود من إلائها العناية في بياناتها التي ستلقيها اليوم لنسمع إلى رأي الوفود بشكل جيد ونتمكن كذلك من فهمها حتى أنا كرئيس أن أتمكن من إصداء النصح والتوجيه الذي يتماشى والتوافق الذي نسعى إلى تحقيقه والآن أعطي الكلمة لزامبيا شكرا جزيلا سيدي الرئيس زامبيا بنياب عن المجموعة الأفريقية تؤيد البيانة الذي قدمته باكستان الآن بنياب عن مجموعة السبعة والسبعين والصين سيدي الرئيس نشكرك على الدعوة لاجتماع العام لاستخلاص الحصيلة في هذه الساعات ولدينا ثقة كاملة فيك وفي قيادتك لتوصل إلى النتاج التي نعمل عليها منذ أسبوعين السيد الرئيس كما ذكرت مرارا وتكرارا العالم يراقبنا ونحن علينا أن ننفذ العمال من أجل قاراتنا وشعوبنا نشكرك على قيادتك ونشكر جهود الميسرين ونقدم كامل الدعم للعملية لنتوصل إلى نتائج مثمرة وملموسة في نهاية مطمرة في 27 السيد الرئيس ندعو إلى نتائج وإحراز التقدم في كل مسارات العمل ونود كذلك أن نرى هذا التقدم في التكيف والتمويل بالنسبة لتقدم العمل نرحب بالتقدم بالنسبة للنصوص التي صدرت ولكن هناك الكثير من البنود حول التمويل والخسار والأضرار لم يستكمل العمل فيها ويساورنا قلق حيال ذلك وكذلك قد أحطنا علما بنهجك في العمل على هذه المسائل جميعا بالنسبة للتمويل على سبيل المثال في مؤتمر الأطراف خاص بالتنفيذ هذا علينا أن نؤكد أن تقديم الدعم سيكون متاحا أو بالتماشي مع اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية وكذلك بالنسبة للتكيف مؤتمر أطراف 27 الذي يسمى مؤتمر التنفيذ أضاف كذلك جانبنا التنفيذ خاص بالتكيف في البلدان النامية لذلك علينا أن نواصل العمل حول الجوانب الموضوعية وكذلك الاتفاق على إطار لتحقيق هدافنا ونتوصل إلى قرار كذلك حول الجي جي اي وكذلك أن نرحب بالصندوق الخاص بالخسائر والأضرار وبالنسبة للتخفيف نرى تقدما كبيرا أحرز بالنسبة للنص ولكن يسورنا القلق أن التركيز بالنمج العمل لم يكن التنفيذ في هذا الحال وقد كررنا الدعوة أن تقودنا المواد الثنين وثلاثة وأربعة من اتفاق باريس وكذلك فإننا لا نؤيد أي اتفاقات لا تحترم هذه المواد الثلاثة من اتفاق باريس الثلاثة وأربعة بالنسبة للاتفاقات الإطارية بينما اختتم السيد الرئيس فإننا نلحظ علما أن الفقرتين التي ذكرت القرارات السابقة طلبت أن يكون أو نطلب أن يكون هناك مزيد من الفقرات الموضوعية وكذلك القرارات الخاصة بالمورونة نود أن نتماشى مع كذلك قرارات جلاسكو وأن نضاعف على الأقل الموارد لصندوق المناخ الأخضر ونرحب بالتحول في برنامج العمل والدعوة إلى التمويل بالتماشي مع المادة التاسعة وختم سيد الرئيس نتطلع إلى سماعي النتائج حول الاحتياجات الخاصة لأفريقيا وظروف الخاصة لأفريقيا وكذلك أن نحرص أن يكون لدينا قرارا حاسما حول هذه الأمور في مؤتمر الأطراف هذا أن نتطلع إلى العمل مع كل الأطراف في هذه المشاورات القادمة ونحن متاحون لدعمكم من أجل إنجاح مؤتمر الأطراف هذا شكرا سيدي الرئيس شكرا أعطي الكلمة لسويسرا شكرا سيدي الرئيس يسعدني أن أتحدث بالنيابة عن الإي آي جي اسمحوا لي أن أشكر رئاسة مؤتمر الأطراف على توضيح الخطوات القادمة الإي آي جي ملتزمة بالعمل معكم ومع كل الأطراف من أجل توصل إلى نتيجة مثمرة ونعاول على العملية الشاملة للجميع والشفافة ونعتمد على العمل معكم وعلى الأطراف في النصوص التي سنتفق عليها من أجل توصل إلى حلول إيجابية وأكرر مجددا التزام مجموعة السلامة البيئية بالنتائج الإيجابية التي تنضي بنا إلى الأمام في كل جوانب عملنا وذلك لنبني على ما تم في غلاسكو ونقترب أكثر من تحقيق هدف الواحد ونصف درجة مئوية وكذلك إلى التكيف الفعال وكذلك مجابهة التحديات المتزايدة الخاصة بالخسائر والضرار شكرا 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 من طلبات أخر الحديث شكرا 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 أن حدثت فيضنات وحيثما بالفعل طريقنا لفرار بيوتنا على متن قوارب داخل المدن وكان الأمر بالفعل مثيراً للهلع وإن تفاقمة الأمور نخشى ما نخشاه أن مستقبلنا على المحك حذرت اليوم وحذرت منذ البداية وتابعت فعاليات المؤتمر وتحدث والعديد منكم وأنتم جميعاً بالفعل كنتم لطفاء جداً وإيايا وأطلقنا حملة ضرورة الدفع الذي قد طال انتظاره أنا على يقين بأنكم تعلمون ما هي هذه الحملة أنتم أذكياء لأن بعض المجتمعات المحلية في بلد غانا تتحمل وزر ما يحدث تدفع ثمن باهداً لما يحدث جراء الحرائق التي أشعلها البعض وهنا السؤال البسيط المطروح متى يمكنكم أن تسددوا الثمن لأن سداد الثمن قد طال انتظاره التقيت وسيد جون كيري زار جناحنا في مستهل الأسبوع الماضي كان لطيفاً جداً وتحدث وإيانا وأعتقد أن نسيا والبالغة من العمر من ثمان سنوات وأنا على يقين أنه لدي إذن أحفاد نعم أنا كذلك أبلغ عشر سنوات وعندما سأصل إلى عمره إن شاء الله سنكون قد شرفنا على نهاية هذا القرن وحينئذن ملايين الأشخاص لسيمة من المسنين قد يقضون كل سنة بسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب وهذا ما لمسناه في سيفيف فمصير المستدعفين سيكون هو مصير العالم برمته وإن نجحنا في حد ارتفاع درجة الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية كما تم التزام بذلك في باريس وغلاسكو فكل هذه الوفيات يمكن أن نتفاداها لكن إن وصلنا ووصلتنا إلى درجة 2 لربما حينئذن سنتحمل هذا الوضع المزري تلك الوفيات قيل بأنه أمامنا 86 شهر قبل أن نصل إلى درجة 1.5 وعلي رجاء أناشدكم لتقوموا بعملية حسابية بسيطة الوضع طارئ وملحة لو كنتم شباب وأطفال مثلي هل كنتم بالفعل ستدركون بأنه ينبغي أن نتدخل وأن نضع حد لما يحدث؟ فأنا أرجوكم تأمل ما يحدث وتفكير في الأطفال وفي الأحفاد وينبغي أن تتذكروا أنفسكم وأنتم في مرحلة الطفولة السيد الرئيس أملنا أن هذا المؤتمر سيساعدنا أنا على يقين بأن مام أحد يريد أن يخذلنا اليوم يوم جمعة وأطفال في بلدان شدة اليوم تغيبوا عن المدرسة لكي يبينوا مدى اهتمامهم بكوكبنا رجاءً رجاءً اسمعوا صوتنا وطلبنا ينبغي أن تنجز المزيد وتحقق المزيد وحيث أن الدول الغنية والملوثة ينبغي أن تتحمل المسؤولية وأن تحضر مؤتبراً للأطراف في المستقبل دون أن نحقق نسبة 1.5 درجة الدول الغنية والملوثة ينبغي أن تقدم المساعدات المالية لمن يتحمل وزر هذه الكوارث كوارثة لم ينتسبب فيها نحن هل إذا ساعتمون ولم تخذلون وذلك لكي لا نحضر مزيداً من المؤتمرات ونتقدم في السن دون أن تقدم لنا المساعدة لا ينبغي أن تحرمونا من هذا الكوكب فينبغي أن تتحملوا أو تتحلوا بالشجاعة لتكونوا أبطالنا لتتحركوا اليوم الآن وإن لم تتحركوا اليوم فأنا أبذل قصار جهدي السيد الرئيس لقد كتبت مؤلف عنوانه أشجار من أجل حياة وذلك لكي أثقف الأطفال من المجتمعات المحلية بشأن ما نقوم به هناك مشروع عن طفل زائد شجرة وذلك لمساعدة ملايين الأطفال في بلدي لكن أي أنشطة قد أقوم بها وأي جهد قد أبذله المشكلة مشكلة مستعصية فلا يمكن أن نتحكم في المستقبل إلا نتخذ التدابير الآن رجاءً هل كنتم أبطالنا هنا في شرم الشيخ؟ نحن في المرحلة الأخيرة ولدي بيت من قصيدتي باللغة المحلية ما أعني متحمل الواجبات رجاءً هل إذا أمسكتم بزمام الأمور وتحملتم مسؤولياتكم؟ شكراً على حسن الإصغاء ترجمة نانسي قنقر شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لا يسعني إلا فهم هذا الحماس كمؤشر عن مزيد من التفاني وكمؤشر عن رغبة التحقيق والإنجاز إنجاز ما طلب منا وذلك من خلال صوت مواطن العالم من خلال صوت الأجيال الشباب والتي بالفعل ستسائلنا أشكر غانا وأشكر كل أولئك الذين أعربوا عن دعمهم لما قد نقل لنا الآن شكراً الكلمة للنرويج شكراً جزيلاً سيد الرئيس وأعتقد أننا جميعنا بالفعل قد تأثرنا جراء هذه الرسالة القوية التي جاءت على لسالة شقيقتنا الفتية من غانا رسالتها قدمت باسم كل أطفال وشباب العالم وأنا فهمت هذه الرسالة على النحو الآتي أولاً لابد أن نحقق مبدأ الخسائر والأضرار انطلاقاً من هذا المؤتمر وأنا ألمس تقدماً ملموساً من خلال سد أي ثغرات في فهم هذا المبدأ وهذا ما قد سيتحقق إلى يومنا هذا ومساء اليوم وثانياً رسالة قوية مفادها أنه ينبغي أن نبقي الاحترار دون 1.5 درجة وهذا ما كنا قد التزمنا به في غلاسغو لا يمكن أن نغادر شرم الشيخ بنتيجة دون ذلك لابد أن نعيد التأكيد على التزامنا وينبغي كذلك أن نقدم برنامجاً بيناً وقرارات واضحة لتحقيق هذا الهدف 1.5 درجة هل ليس مجرد رقم قد تم إذن اختراعه بل هو يسند إلى العلم ففي باريز فهمنا من الوجه الاقتلاف الكبير بين الاحترار من وصولاً إلى 1.5 وكذلك احترار وصولاً إلى 2 درجة وحيث أن هناك دول ستختفي من وجه الأرض من أن استمر هذا الاحترار وهناك مدن كذلك ستختفي بالفعل هذا إن تحققت هذه الكارثة هذا إن لم نلتزم بما قطعناه على أنفسنا في غلاسغو ولا بد أن ندرك بأنه لدينا القوة والسلطة لكن ليس السلطة لكي نغير من قانون الفيزياء فالقانون الفيزياء موجود ونحن نستمع إلى العلماء الذين يقولون بأنه إن تجوزنا النسبة التي اتفقنا عليها فنحن مألنا الكارثة ولذلك لابد أن نلقل رسالة متينة وبرنامج متين وقوية بشأن الخسائر والأدرار واحتماد الصندوق المقترح إن شاءه ولا بد كذلك وأن نحقق ما ذكرته الشقيقة من غانا وكذلك ملايين الأطفال أن نترك لهم كوكب قابل للحياة وهذا يعني أننا لابد وأن نحتمد من تدابير حاسمة وذلك لإزالة الكربون هذا بالطبع يقتضي جهودا مضنية من لدون الجميع فتلك الدول التي تديها موارد كبرى لابد أن تنجز أكثر لكن ما من أحد يمكن أن يحفى من هذه المهمة التي أشارت إليها أختنا من غانا شكرا للنرويج هل من طلبات أخرى للحديث؟ لا يبدو أن الأمر كذلك وعليه هذا سيتيح لنا فرصة لكي نعزز المشاورات وصولنا إلى الوثائق الضرورية التي ستسمح لنا بالمضي قدما إذن شكري لكل من حضر وأناشد الجميع العمل على قدم وصاق خلال الساعات المتبقية لكي نحقق مأربنا المشتركة شكرا لرفعة الجلسة